موسيقى ناخد درسي جديد النهاردة اسمه أنا النيل قبل ما اعرف وارد درسي النهاردة خدنا نشيد المرة اللي فاتت اسمه نيل ومصر تيجي نسأل سؤال كده عشان السؤال ده هو اللي هيمشي معي في الدرس النهاردة السؤال بيقول ماذا تعرف عن نهر النيل خدنا نشيد اصلا بيتكلم كله عن نهر نشيك نفتكر مع بعض كده عرفت عن نهر النيل ايه خدت قبل كده انه في النشيد واحد يمر في مصر على الشواطئ بتاحته او فيه شاطيه يزرع وحاوله ثمار وخدت كمان انه فايدته بيشرب منه الانسان يشرب منه الانسان صح ده لانا خدت بفوايد نهر النيل درسي النهاردة بقى اسمه ايه تيجي بقى الدرسي النهاردة بيقول لي اسمه أنا النيلو انا النيلو طيب ايه ها النيل ده هو النيل ده اللي هو نيل ايصلا? نيل مصر نهر النيل فايدته ايه؟ تجي نعرف كده اول حاجة انه هي اهم حاجة ايه فايدته؟ ايه فايدت نهر النيل باشرب منه؟ لو لو لمش موجود نهر النيل باشرب منه فايدته يشرب ايه يروي الانسان والحيوان والزرع ادي اول حاجة النهاردة يفتح في نهر النيل مينه نهر النيل دا طويل والله قصيار دا بيقول نهر النيل اطول انهار العالم يبقى النهر النيل دا كبير جدا اطول انهار العالم طب ي Patienten نهر النيل انا نفتكر كنانا للسامين انا خلطه مرة اللي فاتب كده وانا دي نهر النيل وبيمر في مدن كتير طب يотыرة نهر النيل موجود في مصر بس او في مدن كتير لا دويلا في مدن مصرية كتير جدا ايه المدن دي زي ايه بس هو حوالي ستة او سبع ايه المدن اللي بيروح فيها نهر النيه اول حاج القاهرة اصوان الاكسر سهاج قنا المينيا وطنطا تيجي نعدهم كده مع بعض كم واحد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمسة او سبع مدن مصرية بيفوت فيها نهر النيل بيمشي فيها نهر النيل طب السبع مدن دول موجودين في قارة ايه قارة افريقيا قبلا باعمل دي عشان هتيجي اكمل بيقولي يا مر نهر النيل في قارة نقط قارة افريقيا في مدن مصرية كتير جدا كارة اصوان اصرس وهي القناه اصوان مينيا وطنطا طيب يبقى عرفت ان فايدته عرفت انه طويل مش قصير ده اطور انهار العالم وعرفت كمان في مدن مصرية كي بتمر مياه بيقولي نهر نيل لنقسم الفراعين اهم الفراعين دول فراع اي و ايه اسمه فراع ضمياط و فراع رشيد يبقى عرفنا الفائدة عرفنا اطول نهار عالمه ايه المدن المصرية اللي بتمر بي وكمان بنقسم فراع ايه و ايه ضمياط و رشيد اخر حاجة خالص المياه دي بتصب فين بيقولي يا صب مياه فيه نقط فين في البحر المياه بتاعته بتصب يعني ايه بتصب اسكب او ينزل الميته في البحر طب تمام تعال بقى نقرأ الدرس النهاردة ونشوف هنطلع منه الظوهر بتاعتنا ازاي انا انا النيلو انا دي اللي هي ايه ضمير ضمير انا هو ايه متكلم انا النيلو النيل دي اسم مفرط الف لام شين مادية الف لام شين لام شمسية احنا عارفين بقى نقرأ الدرس انا النيلو انا اطول انهاري العالم وامر ببلاد كثيرة في قارة افريقيا سطر سطر كده رفت ان هو ضمير وان هي اسم انهار مفرد ولا جمع جمع اسم جمع وكذلك العالم ماد واسم والف لام كمارية بص امرو فعل بص الكلمة دي بقى ببلادين تيجي نكتبها كده هنا ببلادين ايه ببلادين دي البيدي زي احنا كنا اغدنا الحرف قر بلاد اسم وجمع وفيه كمان ايه تنوين يبقى حرف القر واللي بعض والاسم الجمع تمام كثيرة برضو تنوين ومادية في قارة افريقيا في قارة افريقيا تمام وانتهي برضو فعل في مصر بص الجملة دي باش هنشتغل فيها شوي انتهي في مصر لا استقر بارضها طيب بص اللام هي اللام دي لم ايه كنا لسه وقدنا مرة اللي فعدت لام التعليل تجني اسأل كده لماذا بينطي في مصر هو بينطي في مصر ليه ليستقر بارضها بارضها بحرف جرو اسم اروي جرعها وشعبها امر بينا بينا دي خب لك ظرف مكان بينا ظرف مكان امر بينا موضن مصرية كثيرة منها اسوان لوكسور كناس وهاجا منيا كاهرة وطنطا وفي النهاية انقصم فعل الى فرعين مسنى يهونون فرع ضمياط وفرع رشيد ثم اصب مياه في البحر عشان مس وقت البيجيو صغير فكل الظواهر اللغوية مكتوبة فيها ودي اهم الاسئلة المكتوبة في الدرس واحد صف نهر النيل اطول انهار يعني متيجي نحلها مع بعدي كده واحد صف نهر النيل اطول انهار العينة اين ينتهي نهر النيل بنتهي فين في مصر ما في ادت او اهمية نهر النيل يشرب منه او يروي دي او دي يروي الانسان والحيوان او الميت اسكر مدن مصرية كثيرة يمر بنا احنا قلنا في سبع مدن قاهرة طنطا اصوان الوصر الكناس وهيك اين يصب مياه بيصب مياه فين في البحر طب بص بيقولي ايه انا النيل اطول انهار العالم امر ببلاد بلاد يعني ايه بلاد يعني دول حاجات كتير في قارة افريقيا قارة يعني ايه بص تدريبات هنا المعاني دي المهمة بتحتي مصر في قارة افريقيا قارة ارض كبيرة تضم مجموعة من الدول بعد سفر كثير قررت وان استقر استقر يعني خلاص انا سابت في مكاني عايش فيه استقر اثبت واسكن يتصف شعب مصر بالشجاعة شعب مجموعة من الناس سترة بتاعته اصلي صافرت الى بلاد كثيرة بلاد يعني دول كتير صب الماء في القوب استكبه او انزل تمام بص بقى اللي بعدها التدريبات هنا يمر النيل في قارة نقط احنا خلناها افريقيا يمر النيل على مدن مصرية كثيرة مثلا اصوانه وصور سهيقناه تنطا ينقص النهر النيل في النهاية الى فرعين دميات ورشيد يصب النيل مياهه فيه البحر فيه كمان سؤال بيهو يمر نهر النيل بين مدن مصرية كثيرة ينتهي فرع النيل عند مدين الدميات وعند مدين رشيد اين يمر نهر النيل بيمر فين بين مدن مصرية كثيرة اين ينتهي فرع النيل بينتهي فين في دميات ورشيد اجابة اصلا موجودة فيها كلمة بين وعنده بتدل على السبب ولا المكان يب احنا خلنا النهاردة او الحاجات الاساسية اللي انا لازم اعرفها في الدرس النهاردة النيل أطول أنهار العالم يمر في بلاد مصرية كثيرة في قارة إفريقيا أصوان وصول الكنس وهيك طنطل مني وكهراء ينتهي في مصر فيدته يروي الإنسان والحيوان ينقسم إلى فرعين دميات ورشيد يصب النيل مياه وفي البحر تدريبات الدرس كلها هتلاقوها متصورة لوحدة ومحلول ترجمة نانسي قنقر